في صورة النهاردة تعرفك الدنيا في الاهلي مشي ازاي صورة محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي مع اسطورة كرة القدم المصري الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي صورتها زملتنا المميزة ياسمين يحيى صورة لفت الدنيا كلها صورة مهمة هاتولي الصورة يا جماعة هاتولي الصورة انا بتكلم عنها الشناوي قاعد على الارض مستمع جيد للكابتن الكبير محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وهو قاعد على كرسيه مستمع بص جمالي الصورة بص الروح الحلوة اللي في الصورة بص النادي الاهلي وتاريخه بص النادي الاهلي وعظمته نعايف انه ساعات الناس بتفتكر ان الكلام ده مبالغة بس الصورة حلوة اوي اجيال بتسلم اجيال وناس عظيمة الشناوي عظيم والكابتن محمود الخطيب طبعا حدث ولا حرج واحد من اهم اساطير كرة القدم المصرية صورة حلوة قبل المباراة هقولك الكلام كان عن ايه كابتن محمود الخطيب بيقول لي محمد الشناوي يا شناوي مباراة بكرة محتاجة رجولة من اللاعبين روح من اللاعبين تكابتن الفريق حمس اللاعبين تكلم مع اللاعبين والي هم محتاجين تركيز بكرة الشناوي قال له يا كابتن محمود ما تقلقش كل لعيبة النادي الاهلي رجالة رجالة طبعا القعدة دي كان فيها تفاصيل اخرى كثيرة عن مستقبل محمد الشناوي وعقده وحاجات بشكل ودي جدا التركيز طبعا على البطولة وعالمباراة بس الصورة حلوة كابتن النادي الاهلي العظيم محمد الشناوي اللي عامل اداء رائع جدا طوال المشوار الماضي كابتن محمود الخطيب بأسطورة النادي الاهلي وكرة المصرية الروح دي حلوة انا لما بشوف السؤال اللي زي دي بتديني انتبعات على الحالة انت بوقت تشوفها صورة عادية انا بشوفها حالة رئيس نادي ورايب من اللاعبين وقائد قاعد مستمع جيد تعرف زمان هكيد محمد الشناوي ده هو صغير يعني كان انا كله اقصى احلامه انه يتصور مع الكابتن محمود الخطيب الشهاد معايا ويستمع لي ويسمع له الكابتن محمود الخطيب ميزة الاهلي استثنائي بصراحة في كل تفاصيله ان شاء الله ان شاء الله بكرة ننبسط ونفرح مع النادي الاهلي